اهلا بكم كل متابعي قناة الجيل اندلس. لو لسه اول مرة تشترك معنا. تشترك وتابع معنا اول باول هتقي اخبار كتير جدا عن اخبار التعليم. لو انت من متابعينا الكرام يلا بينا نشوف الفيديو في ايه. محافظ مرسعيد بيشد على كافة القناة التعليمية في المحافظة بالاهتمام بمتصوى انضباط العملية التعليمية. ده في المقام الاول الاساسي. وكمان التزام الطلاب بالحضور في المدارس بكل مراحل. ولا غير مسموح بالغياب الا في الحالة الضرورية. هيتم ربط دخول الطالب في الامتحان يا جماعة بالنسبة حضور الدراسة. عشان كده فصل الدراسة التانية مهم. لضمان انتظام المعلمات التعليمية اكد انه تم النهوض بالعملات التعليمية لتحقيق افضل مناخ دراسي لكل الطلاب. سواء بقى في المدارس. كل ده عشان عملات التعليمية. عشان كلمحافظ برسعيد بيأكد طالب اللي ازا يتجاوز غيابه في فصل دراسي الثاني عن المدرسة. سوف يتم حجب رقم جلوسه ومنعه من دخول امتحانات. ده خبر اكيد من محافظ برسعيد. ويطرح يتطبع لكل محافظات. الله اعلم. تابع معنا اول باول عشان نعرف كل الاخبار. من خلال البرنامج نحلس التعليم من خلال قناة اجيال اندلس و اجيال اندلس تيفي. هنا معكم اسامة رزق مؤسس اجيال اندلس. اشترك في القناة وفعل الجرس للكل. حتى يصل الجميع اشاراتنا اول باول. في امان الله.